اشتركوا في القناة 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 هالاول او حاول تسأل مش عيب قبل ما تتكلم استشير واسأل مش عيب خالص اللعب انك تتكلم ويباني انك مش فاهم حاجة خالص فاللي بيسأل عن برونو سافيو موقفه لازم يعرف ان بطاقة اللاعب وصلت للنادي الاهلي بدون اي ملاحظات اذا مع موضوع البطاقة الدولية بتاعت كل لاعب ينتقل من النادي النادي ده هو مش حاجة بسيطة اذا هو مش انت هتلبعت البطاقة عشان يلعب لا البطاقة دي ممكن يبقى عليها ملاحظات باقاف معين او ممكن يكون عليها ملاحظات خاصة باي شيء يتعلق باللاعب وممكن تكون خالية تماما من الملاحظات فبالتالي اللاعب متاح بالنسبة لك انه يشارك من اي مباراة انت تحب تشاركه فيها او تلاعبه فيها بطاقة برونو سافيو جاية بدون اي ملاحظات او مع ذلك هفاهمك حاجة برضو عشان عارف هدفك برضو ممكن تكون انت قصد حتة زي دي عشان تغير مش على حاجة تانية لكن المهم مش ديك برونو سافيو لما تعرض للاقاف بعد الاحتكاك اللي حصل ما بينه وبين الحكم في الدورة البوليفي مع نادي بوليفار البوليفي تمام اتعرض لكم ماتش اقاف تلات مباريات تلات مباريات يعني الاتحاد البوليفي ولجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي قالت ايه فيه عقوبة على برونو سافيو اللاعب البرازيلي بيلعب في البوليفار تلات ماتشات اقاف حلو ده جميل قوي ده زي الفل طب هل توقف برونو سافيو ولا ما توقفش هتقول لي لا ما توقفش هقولك ازاي ما تحسبش مباراته مع النادي الاهلي شوف شوف بعد المباراة اللي حصل فيها المشكلة لعب مع بوليفار ولا لقة لعب لا ما لعبش ما شاركش في ماتشين ما شاركش في ماتشين. واللوايح في الاتحاد البوليفي بتسمح ان لو لاعب عنده عقوبة ثلاث مباريات يقدر ان هو يستأنف على العقوبة او يقدر يقدم اعتذار ويقضي تلت العقوبة. اللي هو يعني ماتشين. الماتش الثالث لو قدمت اعتذار بيترفع الماتش الثالث بيبقى متاح لم الشاركة. وده بالزبط اللي حصل مع برونو سابيو. هنا السؤال الثاني الناس هتقولك الله تمها برضو لازم اتحاد البوليفي يبعت. ولازم العقوبة تطبق ولازم يتبلغ بها الاتحاد الدولي. حبيبي برضو ده في حالة واحدة. ان يكون برونو سابيو متعاقب بعدد ماتشاط اكتر من اربع مباريات. او باقاف لمدة اربع شهور واكتر. او ببقاش فيه اكتر من ست شهور. تمام? فدي برضو الحالة الوحيدة اللي كان لازم فيها تواصل ما بين الاتحاد البوليفيو والاتحاد الدولي يتم بلغ النادي الاهلي بالموقف الازايدة. لكن موقف النادي الاهلي سليم مليار في المية. ومن ساعة ما برونو سابيو جيف شهر تسعة. والناس عملت اتكلم على اقافه. والناس عملت جيد مدخلات من بوليفيا. وجبنا الشعب البوليفي كله تكلم على موضوع برونو سابي. الشعب البوليفي كله. رئيس الاتحاد على رئيس رجلة الحكام على الرئيس. مش عارفه على رئيس ايه? على مدير الفاني البوليفار على كل اي حد يجي في بالك في بوليفيا. كان رئيس نجيب رئيس دولة بوليفيا نفسه. عشان يتكلم عن موضوع برونوسابيو ومع ذلك موقف الاهلي سليم موقف اللاعب سليم مليار في المية والبطاقة بتاعته جاية خالية تماما من الملاحظات عشان الصديق العزيز اللي بيسأل وبيحاول التكلم في حاجات هو مش مدركة ومش فاهمها للاسف الشديد للاسف الشديد مع ان هو مفهود من المفترض ان هو على درجة ثقافة عالية من المفترض يعني لكن تقول ايه بقى فيه ناس بتسخن كلمتين ممكن يعجبوا فئة معينة من جمهور او مش عارفية وكلام من ده عشان ارضي شخص معين او كلام من ده فاقول ايه كلام فدي قصة بتاعت برونوسابيو اللاعب اتوقف مطشين خلاص المطش التالي تقدم اعتذار عن طريق المحامل بتاعه فبالتالي هو خلاص كان متاح للنادي الاهلي واللعب وشارك ويجاب هدف الزمالك واللعب ماشي بشكل الى حد ما جايد برضا عشان كوني صارح معاكم مستنيين اكتر من كده بكتير من برونوسابيو عن دلو سوق ان هو عنده كتير يقدمه للنادي الاهلي فدي قصة برونوسابيو عشان نقفلها تماما طيب الاهلي المباراة المجبلة عنده مع مين؟ مع المصري بعد الفوز على انبي وانا مقصود جدا جدا بروح النادي الاهلي روح اللاعبة في الملعب بداية مباراة بيراميدز بعد فترة فيها يعني قلق كبير عند جمهور الاهلي بصراحة اربع مطشات كانوا صعبين جدا حتى اللي تخلى لهم الفوز الصعب على فرقه لكن في نفس الوقت انت دخلت وابتديت انطلاقة جديدة من خلال مباراة بيراميدز فرحنا قوي بانتصار بيراميدز المقنع واللي من نتيجة مميزة وعلى فريق محترم فريق قوي عنده ممكانيات كويسة كسبت 3-0 دخلت على مطش امبي الشوت الاول الدنيا مش احسن حاجة بس يعني موجودين نلعب وده الطبيعي النسبة النادي الاهلي هو يعني الاقل من الطبيعي انك ما تبقاش في الفورمة بتاعتك بس يعني تحس ان احنا هنكسن ضيائعين فرص في الشوت الاول كلام منت الشوت التاني نزلت جون لأفشة وانا بساعة لازم اقف عند أفشة لازم اقف عند أفشة انا احترم جدا جدا اي شخص يغلط ويعتذر لا مفيش حد كبير على الغلط او مفيش حد مع في من الاخطاء او مفيش حد ما بيغلطش لكن كون انك تحس بغلطك وتجيب هدف وتحط تشيرت النادي الاهلي على دماغك وتشاول للجمهور الاهلي تقولهم انت فوق راسي فده لعب يقدر ويحترم ويدعم وموقفه يسمن فتحية كبيرة لأفشة الاكيد جمهور الاهلي واثق في امكانياته واللعب اللي عنده رصيد كبير قوي 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 ومش طبيعي عند جمهور النادي الاهلي الرصيد مش طبيعي تمام رغم ان الجمهور الاهلي دايما مش يفكر في الماضي او ما بيعاش على اللي فات او ايا كانت البطولة اهميتها ومدى غلوتها تفكر في اللي جاي لكن اكيد اكيد موقف من محمد مجدي افشة ترجمة نانسي قنقر